مساء الخير أصدقاء أرجعنا لكم فيديو جديد من قناة قانالي واليوم عنا مراجعة وحش الفئة الاقتصادية حرفيا من شركة شاومي واللي هو جهاز شاومي ريدمي 9T بخلال هذا الفيديو نحن نتعرف عن المميزات والعيوب وشو بميزات الجهاز هون يستحق الشراء ولا لا طبعا بداية خلينا نعمل له أمبوكسنج سريع للجهاز الجهاز جاي كارتون صراحة ماتوا بتير حلوة ومرتبة انت بتشوفها مو مثل الكارتونات الأجهزة الرخيصة أو الأجهزة بشركات تانية بتحسك انه هي ما في شعور لما بتفتح الكارتون أو بتعمل أمبوكسنج بس هون الجهاز متفتح الكارتون بتحس بي انه جهاز تقيل جهاز بيستاهل يعني معتنيين ببضاعة بشكل الكارتون بحجم الكارتون طبعا الجهاز موجود بقلبه الشاحن والشاحن اللي فيه 20 واط معنه جهاز بيدعمه 18 واط فهنه ما أثروا بموضوع الشاحن وموجود فيه الوصلة تبعيته بدون سماعات معروفة شاومي ما بتحت سماعات وايضا الجهاز موجود فيه دبوس تبعه للسيم وكفر بلاستيك شفاف موجود ضمن الكارتون ومنتدي مع التصميم والديزاين والشكل مثل عادي جهاز شاومي رات 209T جهاز جامس نوع من البلاستيك الإطار من البلاستيك الغطاء الخلفية أيضا من البلاستيك ومحفور عليه كلمة شاومي بالعريض وأربع كاميرات بالطول ودبل فلاش فيه طبعا الكاميرات حلوة الكاميرا اللي صغيرة بيني مالة المايكرو تبعيت الجهاز الجهاز تصميمه حلو البلاستيك اللي فيه فخم أيضا وزن جهاز 192 غرام مع أنه البطارية اللي فيه 6000 ميلي أمبير ونحنا قبل شفنا بطاريات ب5000 ميلي أمبير ووزن أجهزة أعلى من هيك فأنا الوزن ما حسه تقيل يعني على البطارية أيضا موجودة فيه 192 غرام جدا مناسب وخاصة أنك عم تحصل بطارية 6000 ميلي أمبير طبعا الجهاز اللي معي لونه أسود وجهازي بيجي فيه أربع ألوان اللون الأزرق اللون الأورانج اللون الأخضار واللون الأسود اللي معي من الأمام اللاحظ وجود الكاميرا الأمامية بشكل دوت درو بمسميتها شاومي تعرفوا هي صايرة بمنتصف الشاشة لكن مو ضمن الشاشة تصميمها حلو ما نهو الحديث اللي موجود ضمن الشاشة لكن أيضا حلو شاشته حلو وحجمها كبير فبالنسبة للشاشة هون جاي حجم الشاشة 6.53 من نوع IPS مع 395 بي بي آي وبدقة فل أتش دي بلاس طبعا هرتزية هون 60 هرتز فقط للجهاز لأنه المعالج أصلا ما بيدعم علم من هاي الهرتزية وأيضا عليها طبقة حماية غوريلا غلاس تري هذول الشغلات صراحة ما بتشوفهم غير بشاومي يعني بهاي الفئة نحن في أجهزة أعلى من هاي الفئة اللي هو الريلمي 7 اي اللي سعره بيوصل لـ 170 دولار وهذا الجهاز تقريبا سعره 140 دولار اليوم بالسوق وشاشته فل أتش دي بلاس وعليها طبقة حماية غوريلا غلاس تري غير أجهزة بتلاقيها بدون طبقة حماية بدون أي شي دقات الشاشة اللي فيها بتجي أتش دي مثل الـ A21S مثل الـ A21S مثل الـ A21S اللي السامسونج الريلمي 7 اي كل هاي أجهزة عم بتجي دقتها أتش دي بصراحة فرق كبير بين الأتش دي والفل أتش دي بلاس لأنه بيعطيك دقة أحسن بيعطيك وضوح ما بتحس فيه نويز تغميش بالشاشة مع أنه هي IPS بس بتحسها بألوانها يعني مو هل ممتازة مثل السوبر أموليد لكن في تفاصيل حلوة بالشاشة ما انها مزعجة والنتس اللي فيها أيضا بيجي عالي فحتى تحت إضاءة الشمس رح تلاحظ إنه الشاشة إضاءتها حلوة وجيدة وخلونا ننتقل لموضوع الكاميرات الجهاز هون جاي بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجا الكاميرا السنوية بتجي 8 ميجا ألترا وايد الكاميرا الثالثة بتجي 2 ميجا للعزل والأخيرة بتجي 2 ميجا مايكرو الجهاز بيصور 1080x30 فرم بالثانية صراحة كاميرات بدهم يعني فيديو كامل لحاله تجربة كاميرات إذا حبيتوا اكتبوا لي بالتعليقات حتى نزلكم فيديو تجربة كاميرات الريدمي تساتي لكن رح وارجيكم الآن بعض المقتطفات من الصور صراحة كاميرته حلو وما توقعت هكي نتائج من هكي كاميرا 48 ميجا طبعا طبعا إذا بدك تصور 48 ميجا لازم تفوت على المزيد وتختار وضع 48 ميجا الفرق أنه يعطيك شوية تفاصيل أكتر من التزوم لأنه رح ياخد معروفة عدة صور ويجمعهم مع بعض حتى يعطيك تفاصيل أكتر لكن هي انت بالشكل العام من تفرج عليها ما رح تحس بي تفاصيل كتيره تفاصيلها عادية وفيه شغل يلاحظتها بين الكاميرا العادية رح أعرض لكم الصور هلا الكاميرا العادية الكاميرا العادية جاية ألوانها فاتها شي بسيط يعني حتى إخترت 80 ميجا أو العادي بينما الكاميرا العادية تعطيك ألوان تشبع أكتر وأقرب للواقع يعني وما بعض فليش يكصير من الكاميرا نفسها أو من المعالجة تفاصيل الكاميرا فهو غالبا من الكاميرا فبتلاقي الكاميرا للترا وايد تعطيك ألوان أحلى فأنت س肯ر تأخذ منظر طبيعي صورة بنزاوية عريضة فالألترا ويدا بتعطيك صور كتير حلوة طبيعية طبعا عمر جيكم هلا عدة صور انتو شوفوا الفرق بيناتهم وكيد جربت الكاميرا تبعية العزل وكاميرا تبعية المايكرو كما رح عرض لكم هلا الصور وانتو شوفوا الفرق بيناتهم بالنسبة للكاميرا السيلفي صراحة دقتها كتير حلوة طبعا فيها وضع التجميل وبدون وضع التجميل اخدت عدة صور مع بورتري بدون عزل ومع عزل صراحة كتير استغربت بنتائجها مع انه هي فقط 8 ميجا معفت حدث 2.1 لكن النتائج كانت كتير حلو بهاي الكاميرا الامامية وبرأيي حاجة نحكي عن الكاميرات من انتقل على المعالج المعالج هون جاي سناب دراجون 662 مع معمالية 11 نانومتر معالج رسومي قدرينو 610 صراحة هون شفت المعالج ضعيف انا بدايتا وقلت يعني ما بيسهل هذا تجرب عليه العاب او تجرب عليه شي تقيل يعني انه معالج بالنسبة الي انا بكونو باستخدامي فلاكشيب فبحسه انه مو هالمعالجة جدا ممتاز لكن نزلت لعبة بوبجي عليه وحطرتها على الجرافيك الهاي العالي صراحة عجبتني ولعبت قيمين وثلاثة فيه للجهاز صدقا الجهاز اداءه مستقر تماما معنو عالي انا دائما بقول انه الاداء المستقر اهم من الاداء العالي يعني مثلا في اجهزة بتلاقيع انتو تو او غير شو اسمه منصة طيب يعطيك اداء وصل للسبع تالاف لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بيطلع على الخمسين يبينزل هاي التقطيع اللي بتصير مسلا بالالعاب جدا مؤذية و جدا سيئة صراحة فهون انت هاد الجهاز بالاداء مستقر على الفريمات العالية جدا ممتازة ولعبت جيمين بوب جي صورتهم صراحة بس محتار اذا نزلهم ولا ما نزلهم اذا بتكون كتبولي بالتعليقات حتى نزلكم اذا حابين الجيمات تبعات البوب جي لعبتها لهذا الجهاز طبعا هاد الجهاز بسعر 140 دولار رح تحصل رام 4 جيجا وزاكرا 64 جيجا بسعر 150 دولار رح تحصل رام 4 جيجا وزاكرا 128 فمتوفر عندك الخيارين انت ما عندك اي مشكلة حاب بتاخد مساحة اكبر ما بتحتاج المساحة كتير بتقدر توفر شوي وتاخد بس هي 10 دولار برأيي ما انا مستهلة خود 128 جيجا بالمستقر رح يعيش معك اكتر يعني وتكفيك صحة انا 128 ما بتكفي و اذا انت اننا موضوع البطارية والهو احلى الشي برأيي بهذا الجهاز بطايت الجهاز هون جاي 6000 ميلي امبير وسرعة شحنة 18 واط مثل ما قلت لكم لكن موجود بالعلبة 20 واطين شاومي ما رح تطلق مسلا شاحن 10 واط او 15 واط واحد تشتري لا هون حاططنا الشاحن و 20 واط اعلى حتى من 18 واط طبعا هو بيشحن لحد 18 فقط سرعة الشحن جيدة واداها ممتاز وحلاوته انه بيدعم الشحن العكسي يعني جربت اشحن منه الايفون وشحن الايفون ما احلى بس بطيئة بتجي بـ 2.5 سرعة يعني الشحن شوي بدها تطول وقت يعني حتى تعبي مثلا جهاز ثاني او شي تاني لكن ميزة حلوة مو موجودة بهين فئة سعرية باجهزة تانية مثل A12 و A21S او غير اجهزة مثلا من انتهى لبصمة الجهاز صراحة ان بصمة الجهاز هي من اسرع البصمات اللي بجربها انا مع انه ما توقعت فيه اقتصادية تكون هيكي حتى اسرع من الجهاز اللي هو الاس عشر ايلي اللي تلكم عليه طبعا الجهاز ايضا بيدعم بلوتوث بيدعم جي بي اس بيدعم مدخل سماعات 3.5 طبعا ايضا الجهاز مستشعرات بيدعم مستشعر تقارب للاذن ايضا الجهاز بيدعم مستشعر IR انت اللي بتتحكم فيه بالمكيف في التلفزيون اي شي هذا اللي ما بتشوفه باي شركة تانية مثل ما تلكم موجود بهذا الجهاز اللي هو فئة اقتصادية ايضا الشي الحلو انت قادر تحط خطين وكرت زاكرة بقلب الجهاز ما عندك اي مشكلة كلهم سوا بنزلون فانت اذا خط 64 جيجا زاكرة وحبيت توسع مستقبلا فيك تحط زاكرة تانية 64 جيجا ما عندك اي مشكلة او اذا خطت 128 وحطت كارت 128 مستشعر جهاز بيدعم خدمات جوجل بشكل كامل من يوتيوب و جوجل بلاي واي شي بشان تنزل تطبيقات ما في اي حظر بالنسبة لصوت الجهاز هون صراحة انا انبهرت انه مثلا جهاز بفئة اقتصادية صارت تنزل لنا شاومي ستير اسبي كارت طبعا صوت السماعة العالية او الصوت السماعة اللي من فوق بتجي نايسة شوي اللي تحت بتجي اعلى لكن تجربتها جدا حلوة من تحط تشاهد مسلسل او فيلم او اي شي بتحس الصوت جيد وعم تسمعه بشكل جيد ما نوهل مجسم كتير لكن نقي وصوته حلو طبعا اكيد بنهاية الفيديو ده ما بتسألوني طيب هو بيستحق الشراء او لا بمنظوري الشخصي انا هاد الجهاز فعلا استحق الشراء للناس اللي محدودين الدخل او اللي معهم هاد المبلاغ اللي هو ما بيجاوز المية واربين دولار طبعا اذا معكم مبلاغ اعلى فيكم تحصلوا اجهزة احسن لكن بهاي الفئة السعرية يعني انسب من كتير اجهزة اللي هي مثلا ا 12 بالنسبة لي ال A21S مثلا مع انه ال A21S جاي صرفه للطاقة اقل لكن استقرارية معالج هاده احسن وبطاريته احسن واذا بتكون معملكم مقارنة بين اي جهاز وجهاز تاين كبولي بالتعليقات فهو افضل مع كتير اجهزة وارخص حتى احسن من ريلمي 7i مع انه فرق ريلمي 7i اغلى منه ما يقارب 40 دولار تقريبا وبنهاية الفيديو بتمنمكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس تضغطوا على زر الاعجاب وتتابعوني على انستغرام والفيسبوك اذا عندكم اي سؤال او استفساء وادمتم سالمين